اه السلام عليكم ورحمة الله معيكم ان شاء الله في الفيديو ده اه هنشرح دلوقتي ازاي هننزل برنامج على الموبايل بتاعنا عشان في ناس كتير اكلمتني وقالت لي احنا ما عندنهاش جهاز كمبيوتر فمش عارفين نكتب البحس احنا هنبسط الموضوع خالص يا جماعة وهنشتغل من الموبايل يعني كل اللي ما عندهوش كمبيوتر في البيت ما يقلقش خالص مش هنحتاج لسايبر مش هنحتاج ان احنا ننزل من البيت ولا نعمل اي حاجة تعالوا مع بعض كده خطوة خطوة نشوف هنعمل ايه اول حاجة هعملها ان انا هحتاجي ان انا نزل برنامج على بتاعي اسمه البرنامج ده جماعة موجود على يبقى انا اول حاجة عندي هنا هفتح المتجر وحاجي هعمل آآ بحس عندي هنا هو هكتب مايكرو صوفت هلا ايه مايكرو صوفت وورد هلا ايه طلعني في الاختيارات هفتره هبدأ هعمل له عملية تثبيت هو كده بينزل عندي على الموبايل حتى هيسألني هيقول لي طب ايه فايدة البرنامج ده معي البرنامج ده هيعمل لي تقريبا كل حاجة انا محتاجة ان انا لعملها في المرحلة اللي جاية احنا مفوض ان احنا جمعنا المعلومات بتاعتنا دخلنا على بنك المعرفة جمعنا معلوماتنا بقى البحث بتاعنا مكتوب على شكل ورقة آآ في بعض الناس بتقول ان احنا ممكن نصوره وبعد ما نصوره نرفعه على الموبايل آآ نشوف برنامج يحاول الصورة البي دي اف وهكذا آآ البرنامج ده هيبقى اسهل بكتير احنا كل اللي علينا اللي احنا كتبناه على آآ الورق بتاعنا هنبدأ ننقله على برنامج الورد ده هننقله فين بقى هو ده السؤال المفروض ان احنا دلوقتي بيبقى لينا نموذج نازل من موقع وزارة التربية والتعليم آآ النموذج ده موجود بصغطين على الموقع صيغة البي دي اف وصيغة آآ الدي او سي اكس دي برنامج الورد الصيغة بتاعته آآ البي دي اف مش هينفى ان انا اعدل عليه هينفى ان انا اطلع عليها بس لكن مش هينفى ان انا اعدل فيها آآ لكن برنامج الورد ده اللي احنا بننزله مع بعض دلوقتي احنا في انتظار ان هو ما ينزل بس هيبقى متاح لي ان انا اعدله آآ شفت برضو وبعد الناس كتير قوي بعتت لي نمازج المدرسين جزاهم الله خير آآ اجتهادت ليهم كاتبين حاجات آآ بس يا جماعة لقيت فيها مجموعة من الاخطاء يعني اشهر الاخطاء اللي لقيتها لنقيت الناس دي هي كاتب على اديها احنا قلنا مفيش مشكلة في الكتاب على الايد بس لازم هنكتبه على ادينا هنكتبه بالشكل الوزارة قالت به آآ اكتر خطأ شفته اللي هو كاتبين اسم الطالب احنا النموذج بتاعنا ما فيهوش مكان لك اسم الطالب فيه مكان لكود الطالب اللي احنا اشتغلنا عليه ومن الليفاء دول ومفهود ان احنا كلنا جبناه بالرقم القومي وكلنا دلوقتي يبقى معينا آآ القود التعريفي بتاعي او رقم الطالب هو ده بس اللي احنا بنحتاجه اللي هو بيعتبر زي رقم الجلوس بتاعي الولاد لكن اسم الطالب مش بيتكتب اصلا آآ التصطيرة بتاعت النموذج بتاعي لازم بكون ملتزمة بالشكل اللي حددته وزارة التربية والتعليم يبقى انا دلوقتي كده مطلوب مني ان انا بنزل الملف الورد وده ان شاء الله هيكون موجود معينا على الجروب كل ما يخص البحث بتاع الوطس هتلاقوا كل الملفات موجودة عندنا هنه هنعرف ازاي هناخدها بعد كده كل واحد هياخد الملف الخاص به يعني مسلا انا ولادي لو في سنة تالتة بتدقي يبقى هاخد الملف بتاع سنة تالتة هاختار واحد من اربعة هيكون عندي اربع ملفات ملف للسياحة ملف للطاقة وملف للمية وملف للسحة هنختار واحد منهم طب حده هيقول لي طب انا عندي ابن تاني هدور على المرحلة بتاعاته هشوف الموضوع بتاعه عندي الكلام ده شغال معي من تالتة ابتداقي لساتة ابتداقي للمرحلة الابتدائية ومن المرحلة الاعدادية من اولى عدية دي لتالتة عدية. اه احنا رأي بس منتظرين للبرنامج ينزل عشان اوريكو البرنامج لما حينزل حيشتغل ازاي? اه تمام كده البرنامج خلاص نزل. اه هابدأ ادوس على فتح. كده هيفتح معي برنامج اه الورد. هنشوف مع بعض اه هو بنزل بس ملفات اللغة عشان يبقى عندي اكتر من اللغة ممكن نستخدمها عربي او في البرنامج اهو جاهز. اه هنا هو بيشوف بس لو فيه اي ملفات عندي على التليفون عندي على الكلاود في اي جهاز تاني متبط بالتليفون بيبدأ ان هو بيجيبهم. هو هنا بس عايزني ان انا اشتغل به شهر مجانا عشان بعد كده طبعا البرنامج ده مفوض ان احنا بنشتريه بفلوس فانا هاخده ان هو الشهر المجاني ده. اه هو كده البرنامج خلاص نزل دي شاشة بتاعتي اللي موجودة عندي. اه المفوض ان هنا اخر حاجة انا كنت عامليها موجودة عندي. طب انا عايزة افتح الملف اللي كان ما بواكين على الوطس هفتحه ازاي? اه هنيجي نفتح الوطس اهو. هلاقي عندي فيه تلات نقطة فوق بدوس عليهم. فيه عندي حاجة اسمها وصائط المجموعة. لو دخلت على المساندات هلاقي كل المساندات اللي احنا كنا نبعتنيها قبل كده. انا هاخد اللي هو بتاع سنة تالتة السياحة ده. وحابدأ ان انا هقول له يفتحه ببرنامج اهه هو مختار اهو. هقول له مرة واحدة او دائما. كده اهو فتحه. هنا بيقول لي ان انا في التخطيط ممكن ان انا اعدل فيه. هقول له حسنا اهو. ده كده لو تلاحظوا مكتوب فوق للقراءة فقط لا يمكن حفز التغيرات. ده لان انا خدت نسخة لكجالي من العلواطس زي ما هي. قبل ما ابدأ التعديلات فيه عشان ميبقاش في القراءة فقط اوريد اونلي. باجي بادوس على السهم اللي جنب منها وبعمل حاجة اسمعها حفز نسخة. لما بعمل حفز نسخة هعمل له حفز على هذا الجهاز. واختار مسلا ان انا هعمل له حفز في الدوكيمنت بتاعتي. وهعمل له تحت ممكن لو انا عايز اغير اسمه. اغير اسمه. بس انا مسامية تلتة بتدقي السياحة. وهعمل له حفز بالشكل ده. كده الملف بتاعي خلاص ما بقاش للقراءة فقط. انا كده ممكن ان انا اعدل فيه زي ما انا عايزة. عشان اعدل فيه في عندي قلم فوق ببدأ ان انا بدوس عليه كده اهو. الشاشة كبرت انا عايزة صغرها بصعوبة عيلا اتنين. زي اي صورة بنعرف نصغرها مع بعض. كده اهو. عايزة اعدل هنا اهو. اه الرقم التعريفي. هاجي. انا مسلا كتبت العنوان فوقه كان السياحة. احنا انتفقنا قبل كده. ان المكان ده هنكتب فيه العنوان. اه نكتب بقى فيه السياحة السياحة في مصر اه السياحة وفوائدها. طبعا موضوع ده العنوان ده بيرجع لكل واحد فينا كان كاتب ايه على الورق. طب بعد كده عندي بعد الرقم التعريفي. ده الرقم اللي هو رقم الطالب. قود الطالب اللي احنا جبناه باستخدام الرقم القومي. هنيجي هنا اهو. وهروح دايسة كده اهو. اللي هو السفاهم ده. آآ هبدأ اكتب القود بتاعي الرقم بتاعي اهو مسلا. طب عندي طالب تاني مشترك في البحث. هتضيفه برضو ببخص الطريقة. بدوس على زرار الانتر ده كده اهو. وابدأ اكتب آآ الرقم التاني. اهو. في حد تالت معينا اوكي تمام هنضيفه بنفس الطريقة. احنا عارفين ان احنا الاتدائي معينا لغاية تلاتة في نفس البحث. الاعدادية دي معينا لغاية خمسة في نفس البحث. انا هاو خلاص كده. هنا بعد كده هيبقى عندي المكان بتاع المقدمة بتاعة البحث. المقدمة دي زي تعريف صغير. برضو قبل مكتب بعمل عليها. وباجي بيطلع لي لوحة المفاتيح هحولها عربي. وهبدأ اكتب ها هنا هكتب ايه? نبزة مختصرة عن موضوع البحث بتاعي. قد ايه? طبعا هيبقى مكتوب عندنا هنا هون زي ما حضراتكم شايفين مكتوب من عشرين لخمسة وعشرين كلمة. عندي من عشرين لخمسة وعشرين آآ كلمة ده عشان داتة تلتة دي ايه? لو احنا عندنا ربعة او خمسة او ستة هيبقى العدد كلمات اكبر زي ما كنت نسهلكوا في الفيديو قبل كده. آآ كده احنا كتبنا المقدمة هنبدأ ندخل في اللي بعد كده عناصر الموضوع. عناصر الموضوع بتاعتي بيبقى فيها صورتين. آآ احنا قبل ما نبدأ نفتح البرنامج ده نكون عاملين بحس طبعا معظومكم كلكو تقريبا بيعرفوا ازاي يعمل حفظ الصورة على آآ التليفون. انا هاجي في المكان بتاع الصورة. هضغط برضو ضغطتين بسبعين. وحبدأ هلاقي عندي هنا في سحمة ازرق على الشمال فوق الحروف. هدوس عليه. هيجاب لي هنا فيه كلمة اسمها شكل. هدوس عليها. وهختار ادراج. هختار ادراج ايه? انا عايز اضيف صورة. صورة منين? صورة من الصور اللي موجودة عندي على التليفون. كده هيبدأ يفتح لي انا كده ايه? عندي صور بكانت كنت محضرها. عن السياحة ادي واحدة. وادي الناحية التانية بنفس الطريقة. هنحقفل بس كده عشان نبدأ من اول. انا هضيف. هدوس على المسلس اللي تحت خالص ده على الشمال. هختار منه شكل. ومن شكل ادراج. ومن ادراج صورة. صور. هيفتح لي المعرض بتاعي. هختار الصورة تانية بالشكل ده. يبقى انا كده اضيفت الايه? السورتين بتولي. عليش هو احطها في حتة تانية. طب انا لو حصل معي اي حاجة غلط زي كده. بعمل ايه? بدوس على السهم ده. اللي انا دست عليه ده. كده بعمل ايه? عمليه التراجة. هارجع تاني معلش هعمل بس لاني بس مكتش وقفة في المكان صح? كده اهو. وهعمل اهو. ادراج. آآ ادراج. صور. صور. واختار الصورة تانية كده اهو. طب. كده احنا كتبنا. لغاية دلوقتي نراجع مع بعض احنا عملنا ايه? هنا كتبنا فوق خالص اول حاجة. نلاحظ ان انا كتبت هنا العنوان السياحة. الرقم التعريفي المقدمة. اللي هي نفسه مختصر عن موضوع البحث. آآ عناصر البحث بتاعتي. هنا في الصف التالت عندي من متى الانتين وخمسين كلمة. واحنا برضو في الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا عدد الكلمات دي تفرق من مرحلة مرحلة. عرفنا مع بعض ازاي دفنا الصور بتاعتنا. المستطيل الفوضي ده. احنا عشان نكتب فيه. بدوس ضغطتين عليه. هبدأ ان انا اكتب. لوحة المفاتيح اهي عندي. هبدأ انا ايه? هنكتب هنا بقى ايه? الموضوع يكتب هنا بكامل تفاصيله. تمام? هنكتب بقى عدد الكلمات بتاعتنا كلها. طب انا دلوقتي كتبت ولقيت ان الكتابة بتاعتي جاية في النص. وانا مش عايزها في النص انا عايزها على اليمين. هاجي برضو. هقفل لوحة المفاتيح بتاعتي. هدوس على السهم اللي هنا ده. وهلاقي حاجة اسمها نص. هدوس على كلمة نص. هلاقي ان انا عندي الاتجاهات في اليمين والشمال وهكذا. هاختار اليمين. هبص لقيه ان هو بدأ ان هو يكتب على اليمين. تمام? هنكمل الكتابة بتاعتنا. كل واحد على حسب الموضوع بتاعه. اهو. هنقعد نكتب بقى كل اللي احنا عايزين نكتبه. انا طبعا بكتب اي حاجة. آآ انا اتعمدت ان انا اكتب اي حروف عشان اواريكم ان احنا لو عندنا خطأ املاقي. هلاقي البرنامج اوتوماتيك طلال لي تحت منه خط احمر. خط احمر اعرف ان انا عندي خطأ املاقي. يبقى دي مساعدة هو في موضوع العربي بتاعنا ان احنا مش هيبقى عندنا اخطاء املاقية. ولو في خطأ نحوي بيحط تحت منه خط اخضر. يعني لو طلع علي خط اخضر بدل الخط الاحمر ده. اعرف ان انا عندي خطأ في السياغة. يبقى انا كتبها هي نحويا غلط. تمام? آآ الجزء اللي بعد كده انا بس هارجع ايه? اصغر الشاشة تاني كده شوية. هي دي بس طلعت لفوق. ارجحها ازاي? هدوس عليها وسبت صبعي. هدخل في الجزء اللي بعد كده. الشاشة كبرت بس هارجع شوية. آآ الجزء المستطيل الفوضي الاولاني ده. ده تكملها للمكان اللي احنا هنكتب فيه بقية البحث بتاعنا. المواضيع اللي احنا كنا متكلمين فيها وقدمها. آآ النتائج. في الجزء بتاع النتائج. حاجة. آآ النتائج هنا الحاجات اللي انا استفدتها من الموضوع بتاعي. تعلمت ايه? نبزة مختصرة برضو كده. نبزة. مختصرة. آآ للمستفاد. من البحث. آآ آخر حاجة. كده ينبقى خلصنا خلاص. آآ المصادر. جبنا المعلومات من اين? طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا بنك المعارفة المصري. عندنا آآ آآ موقع جوجل. عندنا كتاب المدرسة. اي حد استعين بقى اي مرجع. اي كتاب موجود عندنا في البيت. بنكتب اسم الكتاب او اسم المرجع اللي احنا راجعنا له. يبقى هنا ايه? جبنا معلوماتنا من يبقى هنا. جبنا المعلومات. منين? احنا كده خلصنا كتابة والحمد لله نموذج بتاعنا بقى خلاص كل حاجة كتبت فيه. حطينا الصور بتاعتنا. حطينا الرقم التعريفي. كتبنا العنوان بتاعنا. كده الملف بتاعي بقى خلاص جاهز. احنا عايزين نحاولو البيدي اف. علشان يبقى جاهز للرفع على الموقع. هعملها ازاي دي? حاجم التلات نقط اللي فوق. اه. وهعمله حاجة اسمها مشاركة كملف بدي اف. طبعا احنا دلوقتي لسه ما عندناش الرقم اللي احنا هنرقم الموقع او المنصة او الرقم الكود بتاعنا اللي هنرفع عليه. فالمرحلة دي مش هنعملها دلوقتي. احنا كل اللي مفوض هنعمله. هنعمله مشاركة كملف بدي اف. بس هنعمله مشاركة على ايه? احنا لسه مش عارفين. هنعرف ان شاء الله اول شهر خمسة لما الوزير يحدد. اه متعقلين انا كده جاوبت على معظم الاسئلة او تقريبا كل الاسئلة. كده الملف بتاعي هعمله حفظ عاجي دلوقتي. هعمله حفظ عشان يبقى موجود عندي على جهاز التليفون بتاعي. تمام? كده اتعمله حفظ خلاص. في الدوكيمانت بتاعتي زي ما احنا شايفين. وهو اصلا كان عامل حفظ تلقائي. لو جيت بعد كده انا هقفل اهو. وعايز افتحه تاني علشان لو انا حاجي هعمله رفع. حبيت اعدل فيه حاجة. ضفت حاجة بس احت حاجة. هلاقي الملف بتاعي الورد اهو بتاعي المرنامج بتاعي. موفوض ان انا لما بفتحه بيطلع لي الشاشة دي. هلاقي عندي كل الملفات اللي هو اخر حاجة انا اشتغلت فيها. اللي هو كان اهو. بفتحه. هيبدأ ان هو يفتحه. اللي احنا كنا عامينه مع بعض من شوية. اهو موجود عندنا. لما خلاص نعدل فيه اي كلمة كنا كتبينها. انا اكتشفت ان انا مكنش عايزة العنوان السياحة. انا عايزة العنوان كان السياحة في مصر. برضو هروح جاية. هدوس على القلم. وابدأ ان انا عدل فيه. وهقول اهو. السياحة في مصر. اه تمام. احنا كده خلصنا كل حاجة. هعمل صحة عشان يكمل حفظ بتاعه. هرجع. كده انا قفلته. بقى موجود عندي. اقدر استخدمه بعد كده في اي وقت. اه اتمنى ان انا كون جوابت على معظم اسئلتكم. اي حد عمد سؤال تاني تحت امركم. اه ان شاء الله متفعقين مع بعض على الجروب بتاعنا كل ما يخص البحث. السلام عليكم ورحمة الله.